بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم عزائي الطلبة طلبة سنة ثانية ثانوي اليوم شاء الله راح نكملوا وحدة تعيين كمية المادة عن طريق المعايرة ورح نتعرفوا على الأحماض والأسس إذن أول عنوان هو تعريف الحمض حسب العالم برونشتد إذن ما هو تعريف الحمض هو كل فرد كيميائي بإمكانه فقدان بروتون أش بلوس أو أكثر إذن نكتبوا هذا التعريف طبعا تعريف مهمة جدا إذن هو إذن الحمض هو كل فرد كيميائي كل فرد كيميائي بإمكانه فقدان بروتون طبعا بروتون معنتها أش بلوس أو أكثر يعني ممكن يفقد بروتون واحد ممكن أكثر من واحد بروتون إذن أو أكثر إذن هذا هو تعريف الحمض حسب العالم برونشتد إذن يعني باش تفهموا هذا التعريف لازم يكون عندنا أمثلة إذن بعض الأمثلة إذن أمثلة إذن لاحظوا مليح الأمثلة هذه مثلا لدينا أش سيئل إذن أش سيئل سوف يفقد بروتون أش بلوس ويعطي لنا شاردة الكلور سيئل موا مثلا أش أن أو تخوا هذا عبارة عن حمض الأزوت رح يفقد بروتون أش بلوس إذن هذا البروتون يفقد بروتون أش بلوس يعطي لنا الشاردة السالبة إذن زائد أن أو تخوا موا مثلا مثلا لو خذينا أش دو أس أو كاتر إذن أش دو أس أو كاتر يقدر يفقد ثنين أش بلوس شفو مليح معي عنده هيدروجينين يقدر يفقد ثنين أش بلوس ويعطي لنا أس أو كاتر دموة إذن حذاري يجب أن تكون المعادلة متوازنة من حيث الذرات وكذلك من حيث الشوارب يعني هنا لو لاحظتوا هنا يا عندي زائد واحد نقص واحد تساوي السيفر وطبعا طرف الأول لهم متعادل كهربائيا بالنسبة لأش سيئل كذلك أعطينا أش بلوس بلوس سيئل موا هنا رح متعادل كذلك كهربائيا هنا عندي زائد ثنين نقص ثنين تساوي السيفر وكذلك أش دو أس أو كاتر متعادل كهربائيا كذلك بالنسبة للذرات عندي ذراتي أش وهنا كذلك زوج وهنا عندي جزيئة واحدة من أس أو كاتر وهنا كذلك جزيئة واحدة من أس أو كاتر إذن ممكن قلنا أش دو أس أو كاتر ممكن يفقد بروتونين وكذلك ممكن يفقد بروتون واحد فقط إذن لاحظوا معي مثلا أش دو أس أو كاتر إذا فقد بروتون واحد لاحظوا رح نتحصلوا على أش يعني رحت أش واحدة تتبقى لأش أخرى إذن أش أس أو كاتر ولكن ناقص واحد فقط يعني معناش دو موا عندي ناقص واحدة فقط إذن هنا لو لاحظتوا زائد واحد ناقص واحد وساوي السيفر كذلك ممكن طبعا هنا أش أس أو كاتر موا كذلك ممكن أن يلعب دور الحمد يعني ممكن كذلك يفقد أش بلوس بدوره إذن لاحظوا معايا أش أس أو كاتر موا يقدر يفقد أش بلوس وش يعطينا؟ يعطينا أس أو كاتر دو موا لماذا؟ لأنه هنا كانت كينة واحدة ناقص إذن شوفوا معايا هنا ناقص واحدة هنا عندي ناقص 2 زائد واحد تعطينا ناقص واحد وبالتالي تكون معادلة متوازنة من حيث الذرات ومن حيث كذلك من حيث الشوارد إذن يعني هذا أش أس أو كاتر موا قدر يفقد أش بلوس إذن بصفة عامة لو أخذينا أش دو أس أو كاتر يقدر يفقد بروتون واحد قلنا يقدر يفقد بروتون واحد يعطينا أش أس أو كاتر موا وكذلك أش أس أو كاتر موا يقدر يفقد بروتون واحد يعطينا أس أو كاتر دو موا كذلك لو خذينا مثال آخر مثلا حمض الفوسفور H3PO4 يقدر لاحظوا منح هنا يقدر يفقد وحدة شوفوا لو كان يفقد وحدة وش يعطينا طبعا يعطينا H2PO4 موى إذا نفقد وحدة يعطينا ناقصوحنا فقط لو فقد ثنين يعني H3PO4 يقدر يفقد زوج H بلوس يعني بروتونين إذن إذا فقد بروتونين راح نتحصلوا على ماذا راح يزوج منا معنا تبقى لي H1 معنا تبقى لي HPO4 دو موى إذن فقد زوج تعطينا شريدتين سليبتين وكذلك يقدر يفقد ثلاثة إذن H3PO4 إذا فقد ثلاثة H بلوس راح يتحصلوا على ماذا على PO4 دو موى إذن هذا H3PO4 اللي هو حمض الفوسفور كوننا يقدر يفقد بروتون واحد فقط يقدر يفقد بروتونين ويقدر يفقد ثلاثة بروتونات كذلك ممكن هناك يفقد بروتون ثالي H2PO45 يقدر هذا H2PO45 كذلك يقدر يفقد بروتون إذن H2PO45 يقدر يلعب دور الحمض إذن يفقد H1 يقدر يفقد اش واحدة ويقدر يفقد اثنين اش كذلك اذا كيف يفقد اش واحدة رح يعطينا اش بي او كاتر دو موان كانت عنده هنا ساليبه واحده شحنه ساليبه نعم واحده هنا تحصلنا على شحنتين ساليبتين اذا لماذا لانه هنا عندي ناقص اثنين زائد واحد تعطينا ناقص واحد وفي طرف الاول عندي ناقص واحد كذلك كما يمكنه ان يفقد اش دو بي او كاتر موان يقدر يفقد بروتونين اذا عندي اذا عندي اش دو بي او كاتر موان اذا فقد زوج اش بلوس اذا اذا فقد زوج وش احياتينا يعطينا اه طبعا اه بي او كاتر دو موان اذا انا ما عادي معايا اذا فقد عفون ادن اوعل هنا T ve اكتر اكم او اذا فقد زوج بلوس يعتنا بي او كاتر تخوا موان لماذا لان هنه عندي ناقص ثلاثه زائد ثنين تعطينا ناقص واحد وهنيا عندي ناقص واحد وكذلك عندي اثنين اصف هنا وعندى اثنين اصف هنا اذا اندي بي او او كاتر واحده واحده هنا ايه جزئه واحده هنا ايه جزئه واحده اوره재 هونه بالتالي فالمعادلة هم توزنها من حيث الذرات ومن حيث الشوائد قلنا الحمض هو كل فرد كيميائي بإمكانه أن يفقد بروتون أو أكثر إذن هذا هو تعريف الحمض طبعا لدينا الأحماض الضعيفة كذلك الأحماض الضعيفة هي الأحماض الكربوكسيلية إذن هناك كذلك قلنا الأحماض الضعيفة يعني لازم تعرف عليها الأحماض الضعيفة تسمى بالأحماض الكربوكسيلية الكربوكسيلية ليه هي؟ اللي تخلص بسي أو أو أش يعني صيغتها العامة صيغتها العامة هي أغ سي أو أو أش طبعا هذي رح يتقربها بالتفصيل في الفصل الثاني إن شاء الله إذن أغ سي أو أو أش ما معنى أغ؟ أغ هي هو جذر الكيلي يعني أنا ما نتخلش في التفاصيل الآن لأنكم رح نتقرأوا الكيمية العضوية نقدر نعطي لكم مثلا حمض الميتانويك وعندنا كذلك أش سي أو أو أش هو حمض الميتانويك حمض الميتانويك حمض الميتانويك إذن حمض الميتانويك حمض الميتانويك كذلك عندنا C2H5 COOH اللي هو حمض البروبانويك البروبانويك طبعا إحنا قلنا هذو ما ندخلوش في التفاصيل رح نتعرف عليهم كامل هذو ما في الكيمية العضوية وإنما هنا وش يهمنا فقط كتابة المعادلات أو هنا حنتعرفوا على الأحمد إذن هذه أحمد ضعيفة كي تلقاوا CH3 COOH مثلا رح يقدر يفقد هذا الـ H ما يفقدش منه يفقد الـ H هذا ويعطي لنا CH3 COOH إذن عندنا CH3 COOH رح يفقد لـ H ويعطي لنا CH3 COOH إذن هذا هو حمض الميتانويك لو أخذينا مثلا H COOH رح يفقد لي H plus ويعطي لنا ماذا؟ يعطي لنا H COO moins إذن H COO moins إذن هنا طبعا هذا هو دائما الـ H ليفقدوا كذلك عندنا مثلا لو أخذينا C2 إذن C2 H5 COOH إذن هذا اللي هو حمض البروبانويك رح يفقد لي H plus ويعطي لنا كذلك C2 H5 COO إذن هذه تسمى بالأحماض الكاربوكسيلية وهي أحماض ضعيفة إذن هذا هو تعريف الحمض حسب برونجدة طبعا الآن نشوفو تعريف الأساس إذن تعريف الأساس هو العكس هو كل فرد كيميائي بإمكانه اكتساب بروتون أو أكثر إذن تعريف الأساس تعريف الأساس قلنا هو كل فرد كيميائي هو كل فرد كيميائي بإمكانه اكتساب إذن اكتساب بروتون أو أكثر حذاري من هذه التعريفات رح يمدوهم بزاف طبعا في الفروض والاختبارات حتى في الباكالوريا ويمدو لهم هالتعريفات إذن هذا هو تعريف الأساس نخذه أمثلة عن هذه الأساس إذن أمثلة أمثلة اللي موافين بزافنا نخدم بها عندنا مثلا النشادر NH3 إذن عندنا قلنا NH3 يكتسب قلنا بإمكانه اكتساب بروتون أو أكثر يكتسب H+, يعطينا NH4+, حيث طبعا هنا نيتروجين الآن عنده خاصية طبعا عنده هالثنائية هذه الثنائية يعني هي اللي تجبت كامل يعني وين يكون البلوس اللي وين يكون عندنا شريدة موجة بارحة تجبتها لعندها وبالتالي انتحصلوا على NH4+, مثلا لو اخذينا مثلا CH3 NH2 هذا عبارة عن يعني هذي من الأمينات اللي هو ميتيل أمين كذلك الحين تقرأوا في الفصل الثالث ولكن احنا ليهمنا فقط هو كتابة المعادلة إذن هذا الأساس طبعا يكتسب أو يكتسب نعم H+, ويعطينا ماذا هذا ال H+, قلنا يجي الله هنا فوق الآن مايروحش لل CH3 معندها نتحصلوا على CH3 NH3+, طبعا هذا هو يعني هذا هو الناتج من هذا الأساس إذن هذه أساس ضعيفة إذن كذلك لو اخذينا مثلا C2H5 NH2 يكتسب H+, يعطينا C2H5 NH3+, إذن هذا كلها أساس لو اخذينا مثلا الأساس القوية مثل N-A-O-H مثلا N-A-O-H N-A-O-H كذلك لما يكتسب H+, هنا راح يعطينا جزيء الماء هنا O-H مع H+, يعطينا جزيء الماء زائد الشريدة الموجابة لهي N-A+, إذن عندي N-A+, زائد H-D-Z إذن هذا هو N-A-O-H هذا هو الناتج يعني لما يكتسب H+, كذلك K-O-H لهو هيدروكسيد البوتاسيوم لما يكتسب H+, قلنا O-H كل ما يتلقى O-H مع H+, يعطينا جزيء الماء إذن يبقى لنا K-Plus زائد ماذا؟ زائد H2 إلى أخيره من الأمثلة إذن قلنا الأساس هو كل فرد كيميائي بإمكانه إكتساب طبعا إكتساب بروتون أو أكثر والحمض العكس الآن حبينا كيفاش نكتبه معادلة إنحلال الحمض أو الأساس في الماء إذن إذن معادلة معادلة إنحلال حمض في الماء نبدأه بالأحماض بنفس الأحماض اللي يخذيناها مقبل عنا مثلا HCL إذن HCL لما نزيدو له H2 رح يعطينا ماذا؟ شوفوا منح معي هنا عندي H هذا الـ H مع الـ H2 كل ما تكون عندي بروتون يكون عندي بروتون H+, مع الـ H2 يعطينا دائما H3 يعطينا ماذا؟ يعطينا شاردة الـ H2 يعطينا شاردة الـ H2 يعطينا شاردة الـ H2 زائد H3 زائد الشاردة السالبة هي مو. دائما هASH ه אותي مع الغدوزو مثلا اش ان او تخوا لما نزيدوا هASH دوزو后 تعطي نفاذ هاذ الاش مع الاش دوزو تعطي ناش ثواء او بلوس زائد ان او تخوا مو. قلنا ه digest الهايدرونيوم. هيدرونيوم. هاذي هي شريدة الهايدرونيوم. لو خذينا امثلة اخرى مثلا عندي اش دو اس او كاتر اذا طبعا اذا يعني اش دو اس او كاتر في حالة ما اذا فقد بروتونين ما عندها راح نضيفو هنا يا جزيئتين من الماء جزيئتين من الماء وتعطينا جزيئتين من اش ثواء بلوس زائد اس او كاتر دموة اذا اللحظوا معي لكن نعطيكم هذي بصفة عامة مثلا لكن عندي هنا يا مركب اش من نوع اش ان ا هذا مثلا حمض هذا حمض اش عفو هنا اش ان ا اذا هذي اش اش ان ا الان هي عادة الهيدروجينات لازم نزيد لها ان اش دو زو شوفهم ليه هنا عندي ان معندها ان نلقاوها اللي هنا وراح تعطي لنا ان اش تخواء بلوس وراح تعطي لنا هذا ال ا بصنس ان ان اموه اذا ان تعطي لنا ا ان اموه هذي يعني بصفة عامة يعني ما يعني ما هوش يعني ما هوش الدرس ولا ولكن فقط هذا استنتاج مثلا اه مثلا لو كان عندي اش تخواء بي او كاتر واحدكم تقولوا لي وش يعطي لنا لها انش هنزيد الماء عندي ثلاثة نزيد ثلاثة تالبا زائد ثلاثة اش دوزو وش يعطينا يعطينا ثلاثة اش تخوا او بلوس وش يعطينا مثلا انا ما عارف شريدة بي او كاتر وشن هي ولكن هذه هي الشريدة عندي هنا هي ثلاثة معانتها بي او كاتر تخوا موا نعلم ان هذه دايما ساليبة وهذه موجابة اذا هنا يعطينا بي او كاتر تخوا موا يعني فقط هذا بش يعني تقدروا تفهموا كيفاش تكتب معادلة انحلال الحمض في الماء اذا بالنسبة tote الحمض الضعيفة اذا بالنسبة الاحماه الضعيفةة نشوفوا مثلا انحلال حمض الية تانوي ... في الماء حمض اليتانويك اللي هو ش ك او او ح لما نزيده او ش دوزو هنا رح يعطينا ماذا جولنا ش ك او او موا اذا ش اش توها س او موا زايد هذا الاش هذي مع الاش دوزو تعطينا اش تخوا او بلوس اش تخوا او بلوس طبعا هنا نقدر ندير سهم واحد ونقدر ندير مساواة لماذا لانه الاحمد الضعيفة تكون عاكوسة يعني ما تخلاش يعني لا تتفاعل كليا هذي هم بعد ان شاء الله رحنا نقروها يعني تديروا سهم واحد ولا سهمين يعني مازال ما تعلمتوا الشوش ما عندها تفاعل تام ولا تفاعل غير تام اذا الان مثلا سي اش تخوا سي او اش زائد اش دوزو يعطينا سي اش تخوا سي او او زائد اش تخوا و بلوس الان كيف نكتب معادلة انحلال الاساس في الماء اذا معادلة انحلال الاساس في الماء معادلة انحلال الاساس في الماء طبعا ندير نفس الاسس ندير مثلا ان اش تخوا اذا ان اش تخوا نكتب معادلة انحلاله في الماء إذن عندنا NH3 إذن عندي NH3 عنده NH3 لما نزيد له H2 وش يعطينا له هنا يعطينا NH4 بلوس زائد ماذا H3 و بلوس يعني هنا الماء هنا يلماء يدي H طبعا يمد ال H لل NH3 قلنا بل أن ال N هذه عندها خاصية تسمى خاصية نيوكليوفيلية ولكن لا داعي يعني بيش تعرفوها فقط راح يجبد ال H نعم يجبد ال H لماذا لأنه H2 عبارة عن H بلوس أو H موا هاي لك إذن هذه هي H2 هذه الثنائية راح تدي ال H بلوس بيش يعطينا H4 بلوس عنده ثلاثة كانوا عنده ثلاثة يزيدوا واحدة يقول لي عنده ربعة وطبعا يتبقى لي H3 عفون عفون يتبقى لي عفون يتبقى ال H موا عفون طبعا هنا يا ال H بلوس راح تل هنا بقعت لي هنا يا O H موا طبعا احنا قلنا دايما معدد إنحيل الأساس في الماء الناتج هو O H موا وليس H3 كذلك مثلا لو خذينا خذينا C H3 NH2 زائد H2 وش يعطينا يعطينا C H3 إذن C H3 NH3 بلوس NH3 بلوس لماذا دائما عندي هنا يا H بلوس O H موا إذن هذيك ال H بلوس تروح لهنا يبقى لنا هنا يا O H موا زائد O H موا الآن لو شفنا هذه بالنسبة للأسس الضعيفة لو شفنا الأسس القوية مثلا N A O H N A O H لما رحوا نديرو N A O H في الماء يعني ما نكتبوش زائد H2 وإنما مباشرة نكتبو H2 فوق السهم يعني في الماء يعطينا N A بلوس بلوس O H موا يعني تقولوا لي وعلا لماذا N A O H مباشرة فوق السهم الماء ما يكونش هنا زائد H2 هذي أمبعد إن شاء الله نوريها لكم ما نعطي لكم وعلا N A O H ما فيش قداموه زائد H2 كذلك K O H إذن K O H نديرو الماء فوق السهم ونكتبوه ك بلوس O H إذن بعد شوية إن شاء الله نوريكم وعلا الآن بالنسبة عنا ملاحظة الماء هل هو أساس أم حمض طبعا الماء هو جزيء متذبذب أي أنه يسلك سلوك الحمض في وسط قاعدي ويسلك السلوك قاعدة أو الأساس في وسط حاملي إذن نكتب هذه الملاحظة إذن عندنا بالنسبة للماء نكتب الماء جزيء متذبذب جزيء متذبذب ما معنى؟ أي أنه يسلك سلوك الأساس في وسط حاملي ويسلك سلوك الحمض في وسط قاعدي إذن ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ إذن هذا يعني أن الماء قلنا يقدر يكون أساس يقدر يكون حمض دعونا نكتبه المعادلة تاعه إذن إذا كان الماء إذن إذا كان عندنا الماء حمض إذن لدينا إذا كان عندنا الماء حمض إذا كان الحمض قلنا الحمض كل فرد كيميائي بإمكانه فقدان أش بلوس أو أكثر إذن هذا رح يفقدنا أش بلوس وش يعتنا أو أش موى إذن هكذا الآن إذا كان الماء عبارة عن أساس أش توزو إذن هذا أساس وش يعطينا؟ ما عندها نزيده له أش بلوس الأساس هو أكل فرد كيميائي بإمكانه يكتسب أش بلوس أو أكثر ما عندها الماء يكتسب أش بلوس ويعطينا شاردة الهيدرونيوم أش تخوى أو بلوس إذن لاحظوا معي هنا هنا عندي حمض هنا عندي أساس إذن هنا أو أش موى هو الأساس المرافق للحمض أش توزو إذن هذا عبارة عن أساس هنا عندي أساس هنا عندي حمض إذن هش كون هي الثنائية؟ إذن العناية نقدر نكتبه ثنائية حمض أساس إذن تكتبه الثنائية إذن الثنائية 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 تكتب Office حذاري لا نكتب أساس منا والحمض مننا دائما ثنائية تكتب حمض أساس يعني الحمض من اليسار ثم الأساس من اليمين يعني كيفش نكتبه ثنائيات للم عدنة الأولى يعني هذه وهذه إذن الثنائية الأولى هي حمض أساس عندي H2O مع من؟ مع الOH هذه بالنسبة للثنائية الأولى الثنائية الثانية عندي H3O H3O مع H2O يعني دائما كل ما تكون عندي معادلة لازم نخرج منها الثنائيات إذن هنا الثنائية هذه معادلة نصفية معادلة نصفية هذه الثنائية هي حمض أساس معها H2O معه H1O والثنائية الثانية H3O و H2O معها الماء هنا يسلك سلوك الحمض و يسلك سلوك القاعدة أو الأساس الآن يمكن أن نكتب معادلة التفاعل باستعمال معادلتين النصفيتين إذن كيفية كتابة معادلة التفاعل إذن باستعمال معادلتين النصفيتين إذن معادلة معادلة التفاعل باستعمال المعادلتين النصفيتين ما معنى هذا؟ إذن مثلا حبيت نكتب هنا معادلة التفاعل مثلا H3O مع الماء يعني الحمض إذن مثلا معادلة التفاعل الحمض في الماء اذا اولا معادلة انحلال الحمض في الماء طبعا احنا كتبناها مقبل ولكن هنا احنا استعملوا المعادلتين النصفيتين اذا مثلا اش سيئل اذا اش سيئل قلنا حمض يعني انت هيفقد اش بلوس وش يعطينا يعطينا سيئل مو هكذا الان هذا حمض راح ناخذو الماء لما يكون اساس قلنا ان الماء يسلك وصولك الاساس في وسط حامضي الاساس وش يدير يكتسب اش بلوس وش يمدنا يمدنا شاردة الهيدرونيوم اللي هي اش طو بلوس الان بيجمع المعادلتين واحد واثنين كنجمعو هذي زائد هذي وش اللحظو اذا بيجمع واحد واثنين كنجمعو هم راح نختزلو شوفو عندي اللي هنا اش بلوس في الطرف الثاني والاش بلوس في الطرف الاول معنتها هذا مع هذا راح يروح وش نتحصلو نتحصلو على اش سيئل زائد اش دوزو وش يمدنا يمدنا اش طوى و بلوس زائد سيئل مو وهي نفسها المعادلة لتحصلنا عليها مقبيل اذا هذه باستعمال معادلتين النصفيتين الان لو خذينا مثلا مثال اخر لو خذينا مثال اخر مثلا اش ان او طوى اذا مثلا اش اذا معادلت معادلت انحلال انحلال اش ان او طوى في الماء يعني باستعمال معادلتين النصفيتين اذا عندنا اش ان او طوى هو حمض معنتها يفقد اش بلوس اذا وش يعطينا ان او طوى مو هذا حمض نزيدو له الماء لما يكون اساس الماء لما يكون اساسي يكتسب اش بلوس يعطينا اش طوى و بلوس بيجمع المعادلتين يعني نجمع المعادلتين معنتها نختاز الاش بلوس مع الاش بلوس وش نتحصلو اش ان او طوى زائد اش دوزو نجمعو طرف لطرف ونتحصلو على ان او طوى مو زائد اش طوى و بلوس اذا هذه هي المعادلة يتحصلنا عليها مقبيل الان بالنسبة للاساس اذا ناخذ مثلا ثانيا معادلة انحلال اساس في الماء اذا معادلة انحلال الاساس في الماء طبعا باستعمال معادلتين النسفياتين لو اخذينا مثلا ان اش طوى قلنا باللي ان اش طوى هو ماذا هو اساس معنتها يكتسب اش بلوس وش يعطينا يعطينا ان اش كاتر بلوس هذا اساس الان وش نزيدولو نزيدولو الماء لما يكون حمض نقولنا الحمض طبعا الماء يسلقصو لك الحمض في وسط اساسي او قاعدي الحمض يفقد اش بلوس يفقد اش بلوس يعطينا طبعا او اش مو اذا شريدة الهيدروكسيد اذا هنا بجمع المعادلتين وش نتحصلو طبعا هنا الاش بلوس مع الاش بلوس تروح نجمع المعادلتين تحصلو على ان اش طوى زائد اش توزو وش تعطينا الهنا تعطينا ان اش كاتر بلوس زائد ماذا زائد او اش مو اذا هذه معادلة انحلال ان اش طوى في الماء او القيناها مقبل كذلك نفسها باستعمال طريقة اخرى الان نروح نشوفو ان او اش يعني نشوفو الاسس القوية وعلاش ما نلقوش الماء في الطرف الاول كان بزاك تلاميذ يعني يحوسو يعرفو على مكانش يعني ان او اش طبعا نسحقوه بزاك في المعايرة وعلاش ما نكتبوش ان او اش زائد اش توزو دوك تشوفو على اذا معادلة انحلال ان او اش في الماء قلنا باللي ان او اش عبارة عن ماذا عبارة عن اساس مع انتها يكتسب اش بلوس زائد اش بلوس وش يعطينا قلنا باللي يعطينا ان او بلوس والاش بلوس مع ال او اش مو تعطينا اش دوزو تعطينا جوزي الماء هكذا الان هذا اساس هذا عبارة اساس نزيدولو الماء اللي هو اش دوزو لما يكون حمد طبعا الحمد يفقد اش بلوس ويعطينا ماذا يعطينا او اش اموة الان روحو نختزلو طبعا دايما اش بلوس مع ال اش بلوس هكذا ثم نجمع المعادلاتين روحو نجمعو المعادلاتين او او اش نومال من ديرو زائد اش دوزو ولكن لاحظوا هنا انه اش دوزو موجود في الطرف الثاني للمعادلة الاولى وفي الطرف الاول للمعادلة الثانية ما عندها ما عندناش اش دوزو في المعادلة ما عندها اش دوزو نختزله وش يتبقى لي يتبقى لي مباشرة ان او بلوس بلوس او او اش مو اذن هذا هو السبب في طبعا كتبوا لهنا يا في الماء ولا اش دوزو فوق السهم اذن هذا هو السبب لي خلينا المعادلة ما فيهاش جزي الماء يعني ما فيهاش في جزي الماء في طرف الاول اه كذلك نفس الشيء بالنسبة لكا او اش يعني هاي اللي كا او اش اللي هو هيدروكسيد البوتاسيوم هاي اللي كا او اش كنا اساس زائد اش بلوس يعطينا كا بلوس زائد ماذا زائد اش دوزو كذلك نزيدولو عفون نزيدولو اش دوزو لما يكون حمض يفقد اش بلوس يعطينا او اش مو اذن هنا يا طبعا هذا قلنا اساس وهذا عبارة عن حمض لما نجمعوا بنتهم قلنا الماء مع الميروح والاش بلوس مع الاش بلوس تروح وش يتبقى لي هنا يتبقى لي كا او اش يعطينا مباشرة كا بلوس زائد او اش مو اذن هذه هي يعني الملاحظة اللي لازم ما تنسوهاش يعني دائما هذا هو السبب لي ما يكونش الماء في الطرف الاول بالنسبتي للأسوس القوية ما عندها الأسوس لي فيها ال او اش اموة اذا ان شاء الله تكون فهمتوا هذا الجزء الاول من الاحماد للأسوس هذا فقط الجزء الاول مازال طبعا مازال ما خلص الدرس اذا في الحصة المقبلة ان شاء الله سنكملوه اذا اذا حصات من اخرى ان شاء الله والسلام عليكم